السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الأول السنوي إن شاء الله مع بعض هنحل من كتاب الامتحان أسئلة على الفصل الثالث الخاص بالتفاعلات الكيميائية داخل أجسام الكائنات الحية صفحة 65 السؤال الأول ادرس الشكل التالي ثم أجب ومدينا تفاعل في وجود إنزيم سكر سنائي في وجود الإنزيم معاه H2O ادانا سكر أحادي والإنزيم خرج زي ما هو الإنزيم عمل إيه في التفاعل؟ حلل لنا السكر السنائي لسكر أحادي السؤال الأول يزداد معدل نشاط الإنزيم في التفاعل الكيميائي الموضح بالشكل بكل مما يلي ما عدا طيب نفتكر مع بعض اللي كان بيأثر على نشاط الإنزيم هما خمس عوامل تركيز الإنزيم تركيز المادة الهدف عدا موجود مثابتات ودرجة الحرارة و ال-PH ألف بيقول زيادة تركيز الإنزيم زيادة تركيز الإنزيم بتزود معدل نشاط الإنزيم بيتنظفه مع بعض طردي با políticas بيقول زيادة تركيز السكر السنائي السكر السنائي في التفاعل هو مادة التفاعل وبرضه بيتنظفه مع بعض طردي يعني كل ما زاد تركيز مادة الهدف زاد معدل نشاط الإنزيم جيم بيقول زيادة تركيز السكر الأحادي سكر الأحادي في التفاعل هو هنا النواتج ودي مش من العوامل اللي بتأثر على نشاط الأنزيم فالإجابة جيم صح زيادة تركيز السكر الأحادي لا يؤثر على نشاط الأنزيم دال بيقول وصول درجة الحرارة للدرجة المسلة ودي من الحاجات اللي بتزود معدل نشاط الأنزيم يبقى الإجابة الصحيحة جيم السؤال الثاني من الشكل السابق نستنتج أن الإنزيم هو ألف مادة بروتينية أو مادة دهنية عامل محفز أو مثبت طبعاً إحنا عارفين إن الإنزيم أيوة مادة بروتينية لكن في التفاعل اللي فات بيقول الإنزيم هنا دوره إيه؟ هو دوره هنا محفز الإجابة جيم السؤال الثالث إذا علمت أن الإنزيم إكس حساس بدرجة كبيرة للتغير في درجة الحرارة أي المنحنية التالية يعبر عن نشاط هذا الإنزيم قلنا من الشرح إن الإنزيمات اللي بتكون أعلى حساسية لدرجة الحرارة بتكون المادة بتاعها قليل ليه؟ لأن عندنا درجة الحرارة المادة اللي بيلع فيه بيكون صغير فبأي تغير بسيط خالص التفاعل بيزيد لحد ما يوصل عند نقطة درجة الحرارة المسلم وبعد كده بيبتدي نشاط الإنزيم ينخفض فأي تغير بسيط في درجة الحرارة نشاط الإنزيم بيتغير فالإجابة دال لأن ده أقل لماذا لنشاط الإنزيم السؤال الرابع قام أثنين من الطلاب بإجراء تجربة لدراسة تأثير تركيز إنزيم ما على معدل نشاطه ثم قام كل منهما بتمثيل النتائج التي حصل عليها بيانياً كما بالشكلين التاليين الطالب الأول سجل بياناته بأن معدل نشاط الإنزيم بتناسب ترضي بيزيد كل ما بيزيد تركيز الإنزيم لكن الطالب اثنين برضو سجل أن معدل نشاط الإنزيم هيزيد ترضي مع تركيز الإنزيم لكن عند نقطة معينة هيبتدي نشاط الإنزيم يستقر قلناها في الشرح طب استقر ليه نشاط الإنزيم؟ لأن إحنا عندنا مادة الهدف أو مادة التفاعل اللي استخدمها كانت كميتها محدودة وبالتالي الإنزيم ارتبط بكل مادة الهدف أو مادة التفاعل اللي موجودة وبعد ما خلصت ابتدى نشاط الإنزيم يستقر يبقى أي العبارات التالية تفسر لاختلاف الموضح بتجربة الطالب الثاني هي الإجابة رقم دال استخدام تركيز أقل من مادة التفاعل السؤال الخامس أي من العمليات التالية تعتبر عملية هدم؟ ألف تحول البروتين في الأمعاء الدقيقة إلى أحماض أمينية قلنا دي بتكون عملية هدم باق بيقول تحول الجولوكوز إلى ثاني أكسيد الكربون وبخار مية وطاقة في خلايا العضلات دي عملية هدم لأن عملية الهدم المقصود بيها هي تحول الجزيئات الكبيرة إلى جزيئات أصغر مع إنتاج طاقة وأخذنا المثال عندنا زي أكسيد الجولوكوز وإنتاج طاقة جيم بيقول تحول الجليوكوز إلى الجولوكوز في خلايا العضلات دي عملية هدم لكن ما قالش أن هي بينتج عنها طاقة دال بيقول تحول الجولوكوز إلى جليوكوز إلى جليوكوز في خلايا الكبد دي عملية بناء إذن الإجابة الصحيحة هي باق اللي نتج عنها الطاقة الشكل البياني التالي يمثل نشاط أربع إنزيمات مختلفة في أوصال ذاتة بي أتش مختلفة إدرسوا ثم أجب مدينا إنزيمات أربع إنزيمات كل إنزيم بيشتغل في بي أتش مختلف عندنا الإنزيم ألف بيشتغل من صفر الأربع إذن هو وسط حمدي إنزيم اتنين بيشتغل من تلاتة لتسعة وإنزيم تلاتة بيشتغل من ستة لعشرة وإنزيم أربع بيشتغل من عشرة لتنشر السؤال السادس أي الإنزيمات يتوقف نشاطه في الأمعاء الدقيقة نرجع مع بعض الأمعاء الدقيقة الوسط فيها قلوي إذن إحنا عايزين إنزيم بيشتغل في وسط حمدي ليه؟ علشان هو في الأمعاء الدقيقة هيتوقف ومش هيشتغل يبقى الإنزيم رقم واحد ده إنزيم بيعمل في الوسط الحمدي ولا يعمل في الوسط القاعدي أو يتوقف نشاطه في الأمعاء الدقيقة يبقى الإجابة ألف واحد السؤال السابع أي الإنزيمات يعمل بكفاءة عالية على هضم البروتين بالأمعاء الدقيقة طيب عندنا في الأمعاء الدقيقة ده وسط قلوي والإنزيم اللي بيعمل على هضم البروتين في الأمعاء الدقيقة مقصود به التربسين وكان التربسين بيتراوح من سبعة ونص لتمانية يبقى الإنزيم رقم ثلاثة هو الإجابة الصحيحة الإجابة جيم ثلاثة السؤال الثامن أي الإنزيمات يتأثر نشاطه بحدوث تغير طفيف في درجة البي اتش تغير بسيط أو قليل في البي اتش معنى كده أن المدى بتاع الإنزيم قليل ليه؟ إحنا عندنا المدى قليل معنى كده أن الإنزيم هيكون حساس جداً للتغير أي تغيره هيحصل في البي اتش الإنزيم هيتغير بسرعة أو تأثيره ونشاطه هيتغيره بسرعة فلازم نختار إنزيم يكون المدى بتاعه أقل حاجة الإنزيم رقم أربعة المدى بتاعه أقل حاجة من عشرة لاثنشر يبقى الإجابة دال أربعة الشكل البياني التالي يوضح العلاقة بالنشاط إنزيم معين وتركيزه في الوسط ادرسه ثم أجب سؤال تسعة أعلى نشاط لهذا الإنزيم يكون تركيزه عندما يكون تركيزه كام هنبص على الرسم البياني مدينة علاقة ما بين نشاط الإنزيم وتركيز الإنزيم إحنا متفقين إن تركيز الإنزيم بيأثر على نشاط الإنزيم والعلاقة ما بينه بيكون ترضيه إلى أن يصل إلى مستوى معين ويثبت فيه نشاط الإنزيم طب ليه؟ لأن مادة التفاعل بتكون محدودة وبالتالي الإنزيم هيكون ارتبط بكل مادة التفاعل فمهما زودنا تركيز إنزيم فالتفاعل هيفضل مستمر لأن ما فيش مادة التفاعل تانية يرتبط بيها الإنزيم عشان كده نشاط الإنزيم أو سرعة التفاعل بتستقر عند نقطة معينة طيب أعلى نشاط الإنزيم هنشوف الرسم البياني وصل أعلى نقطة فين وهننزل بالمسترة أعلى نقطة تقريبا كانت عند 3 من 10 يبقى الإجابة جيم ده كان أعلى نشاط للإنزيم بعدها استقر السؤال العاشر عند زيادة تركيز مادة التفاعل من المتوقع أن يكون أعلى نشاط لهذا الإنزيم عند تركيز طيب إحنا قلنا هو ليه استقر علشان ما فيش مادة التفاعل طيب إحنا لو زودنا مادة التفاعل إيه اللي هيحصل أكيد الإنزيم هيرتبط بالمادة المتفاعلة اللي إحنا زودناها طيب هو هنا مدينا أعلى تركيز للإنزيم كان كام؟ كان 6 من 10 طيب يبقى إحنا الكيرف بدل ما هيستقر لأ هيكمل هيكمل خط طردي لحادة أعلى تركيز للإنزيم اللي مديه لنا كام؟ 6 من 10 يبقى نشاط الإنزيم هيفضل يزيد يزيد مش هيستقر بقى لأن إحنا زودنا مادة التفاعل هيفضل يزيد لحد ما أعلى تركيز إنزيم مديه لنا اللي هو 6 من 10 يبقى الإجابة دال 6 من 10 أسئلة المقال أجب عما يأتي سؤال 11 فسر لا تحدث التفاعلات البيوكيميائية إلا في وجود إنزيمات متخصصة ليه؟ لأن الإنزيمات بتتميز بتخصصها فلكل إنزيم عارفين مادة التفاعل واحدة وبيعمل على نوع واحد من التفاعلات أو عدد قليل جدا أهميته إيه؟ بيزيد من سرعة التفاعل وبيقلل طاقة التنشيط اللازمة لبدء التفاعل سؤال 12 يحدث فيه جميع خلايا جسم الكائن الحي وهي منها نوعين طبعاً نحن عارفين هم الهدم والبناء الهدم لازمة لإنتاج الطاقة لازمة لكل العملية الحيوية داخل الجسم وعمليات البناء اللازمة لعمليات النمو وبناء الأنسجة التلف السؤال 13 علل يتوقف عمل إنزيم البيبسين عند وصوله إلى الأمعاء الدقيقة لإيه؟ لأن نحن عارفين أن إنزيم البيبسين بيعمل في وسط حمدي واحد ونص لاثنين ونص لكن الوسط الموجود في الأمعاء الدقيقة هو وسط قاعدي السؤال 14 في ضوء دراستك للتمثيل الغذائي ماذا يحدث بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ببضع ساعات دي قلناها في الشرح قلنا إن لما بتاخد وجبة فيها كربوهيدرات بيحصل لها عملية هضم عن طريق إنزيمات موجودة في الجهاز الهضمي وبتتحول إلى سكريات أحدية بيبدأ الجسم يستفيد من السكريات الأحدية في مصارين أو المصار هي عمليات الهدم وبيتم فيها أجساد السكريات الأحدية أو أجساد الجلوكوز لينتج طاقة تتخزن في الـ ATB حيث يقوم الـ ATB بتوزيع الطاقة لباقي أجزاء الخلايا المصار التاني هو عمليات البناء وفيه تستهلك الطاقة لبناء الجلوكوز من الجلوكوز وتخزينه في الكبد والعضلات لحين الحاجة إليه السؤال 15 تقوم بكتيريا حمض اللاكتيك بعملية تنفس لاهوائي يعني إيه عملية تنفس لاهوائي؟ يعني العملية دي بتحصل في غياب الأكسوجين ينتج عنه حمض لاكتيك وهذه العملية تتم بواسطة إنزيمات متخصصة تنتجها هذه البكتيريا ولذلك تستخدم في صناعة الزبادي ده تفاعل بيتم عن طريق بكتيريا معينة بتقوم بإنتاج إنزيمات الإنزيمات دي هي اللي بتقوم بالتفاعل ده في ضوء دراستك ما العوامل لتؤثر في عملية التخمر وتحول اللبن إلى زبادي في وقت قصير يعني بيقول هنا إيه العوامل اللي بتأثر على التفاعل ده وبتأدي ليه زيادة سرعته تمام؟ إيه العوامل؟ أول حاجة لازم نراعي درجة الحرارة المناسبة والPH المناسبة لعمل الإنزيم تاني حاجة عدم موجود مثبتات توقف من نشاط الإنزيم مراعاة تركيز كل من مادة التفاعل وتركيز الإنزيم السؤال 16 في أحد التجارب المعملية لدراسة تأثير درجة الحرارة على نشاط أحد الإنزيمات قام أحد الطلاب بإضافة الإنزيم على مادة التفاعل ووفر الظروف الملأمة لعمل الإنزيم ثم قام بالتمثيل النتائج التي حصل عليها كما بالشكل المقابل يعني إيه؟ عندنا طالب قام بتفاعل أو قام بتجربة وسجل نشاط الإنزيم ودرجة الحرارة عام الرسم بياني بيشوف نشاط الإنزيم عند كل درجة حرارة فابتدى يرتفع بدرجة الحرارة من أول 10-20-30 إلى أن وصل لدرجة الحرارة المسلة كانت تقريباً عن 35 وبزيادة درجة الحرارة يلاحظ أن نشاط الإنزيم ابتدى يقل بزيادة درجة الحرارة إلى أن توقف عن درجة حرارة كام؟ تمام؟ ماذا يحدث إذا قام الطالب بخفض درجة الحرارة؟ هو دلوقتي يوصل عن درجة حرارة 50 لو قلل درجة الحرارة إيه اللي هيحصل؟ أكيد أن الإنزيم لن يعود لنشاطه مرة أخرى ليه؟ لأن تركيب الإنزيم الطبيعي تغير لأنه نعارفين أن الإنزيم هو عبارة عن مواد بروتينية بتتأثر بتغير درجة الحرارة سؤال 17 الشكل البياني التالي يمثل نشاط أحد الإنزيمات المستخلصة من خلايا حيوان ثدي في درجة حرارة 36 ادرسه ثم أجب ودينا رسم بياني موضح لنا في نشاط الإنزيم وتركيز مادة التفاعل وبيقول لنا هنا أن في علاقة ترضي يعني كلما زودنا تركيز مادة التفاعل زاد نشاط الإنزيم وكان مضبط لدرجة الحرارة بتاعت التفاعل ده اللي الإنزيم شغال فيه كان عند 36 فكان مدينا تفاعل ترضي وكله تمام بيقول أي الأشكال البيانية التالية تمثل نشاط الإنزيم عند درجة حرارة 18 طيب إحنا دلوقتي الإنزيم شغال في درجة حرارة 36 إيه اللي هيحصل لو قللنا درجة الحرارة النص يعني وصلناها لحد 18 إحنا عارفين قللنا درجة الحرارة يبقى نشاط الإنزيم هيقل دلوقتي نشاط الإنزيم مدينا عنده مستوى معين لما كان في 36 طيب لما هنقلل نشاط الإنزيم هيحصل له إيه نشاط الإنزيم برضو هيقل تقريبا إلى النص يعني الرسم البياني اللي عندنا هيكون ما بين تركيز مادة التفاعل ونشاط الإنزيم بس في درجة حرارة كام 18 يعني يعني هيمشي برضو طردي زي ما هو لأن تركيز مادة التفاعل ملهاش علاقة بقى يعني هو هيزيد برضو نشاط الإنزيم بزياد تركيز مادة التفاعل لكن درجة الحرارة هي اللي مختلفة هي اللي قلت للنص فالتفاعل نفسه هيحصل له إيه أو نشاط الإنزيم نفسه هيحصل له إيه هيقل نشاطه للنص فاهمين طيب يعني بدل ما هيكون عالي شوية كده التفاعل التردي لأ هيقل التحت شوية نشاط الإنزيم مش هيبقى مرتفع كده هيبقى قليل يعني هيزيد بس بنسبة قليلة طيب يبقى الاختيار الأنسب هو الاختيار ده لنبص كده نشاط الإنزيم مع تركيز مادة تفاعل أكيد طبعا هو التفاعل العملية دي هيتناسبه مع بعض طردي وكل حاجة وهيزيد نشاط الإنزيم لكن بقيمة تقريبا النص طيب ليه لأن احنا قال لنا درجة الحرارة للنص طيب هنفسر إجابتنا بإيه لأن احنا عندنا عند خفض درجة الحرارة بيقل نشاط الإنزيم فإحنا كنا عند درجة حرارة 36 والإنزيم شغال كويس ونشاط الإنزيم مرتفع لما قللنا درجة الحرارة نشاط الإنزيم هيقل لتقريبا النص وبكده نكون خلصنا أسئلة الفصل الثالث أتمنى يا رب تكون استفادتم واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله